لا يمكن أن نزيد فلس على رغيف القبز لليوم ولا في أي وقت إذن لا رفع لأسعار الخبز لا رفع على الإطلاق إحنا الخبز بنقول إخواني المواطنين بيعرفوا عم نكب ربع مليار ربع مليار 250 مليون كل المشاهدين اللي بخالفني مسؤول أمام الله هو بيعرفه ضميره بنكب الخبز ولا لا بنعطل المعزة ولا لا بنطحن بنعمل علف للدواجن ولا لا بتهرب إلى الأقطار الشقيقة ولا لا عم بنعمل في صناعات أخرى غير خبز ولا لا طيب قاعد بتسمن الحيوانات وتباع إلى دول الجوار طيب يعني أنا لما يكون 250 مليون فرق سعر بنكب في أجلكم الله في التراب برة أنا مش بيقبلوا مني المواطنين أغرش وأقول يلا توكلوا على الله أنا مش بستجري أعمال ليشني أنا ما بدي أزيد الخبز وهيني بأعلن لن يزاد الخبز لليوم ولا في أي وقت شو بتكو تعملوا لها؟ إحنا بنقول عشان توفروا البيتين خاصة كل مواطن أردني نعطيه فلوس دنانير حق الخبز دنانير يروح يشتري ولكن اللي ما هو مواطن أردني عبر بطاقة ولا زي الدعم المعش بيجوز نعطيه مصاري هيك وبيجوز نعطيه بطاقة زي وبيجوز نعطيه على المحروقات زي نظام المحروقات مش مشكلة عندي أنا بوصله إليه هم بيعرفوا أنه إحنا لما نقول بنوصل إحنا صادقين بنوصل